كثيرة هي التقارير والمنظمات الدولية التي تحدثت عن ما يمكن تسميتها بالغارات المخالفة للقانون الدول والإنساني وقواعد الاشتباك العسكرية والتي راح ضحيتها المئات من السكان المدنيين وعلى العكس من واقع حرب التحالف الجوية في اليمن والذي يشير لارتفاع منسوب ما يطلق عليها بالغارات الخاطئة جاء المؤتمر الصحفي الأخير لفريق تقييم الحوادث بالتكذيب أحيانا لما ورد في تلك التقارير وبالتبرير أحيانا أخرى لم يتبين لنا وجود أي من علامات أو إشارات الحماية الدولية المتعارف عليها في العربات المخصصة للنقل الطبيعي ليخرج المؤتمر الصحفي بخلاصة مفادها أن أكثر من 90% من تلك الحوادث التي دارت حولها العديد من الاتهامات متماشية مع القانون الدول والإنساني أو هكذا تلخص النسبة وإن لم ترد بشكل واضح أما البقية الباقية فقد دونت تحت هامش الخطأ وهو وارد في الحروب العسكرية كما يقال لكن ما ليس بوارد هو أن يتحول الهامش إلى متن في مسيرة عملية التحالف كما دونت معظم المنظمات الدولية وخصوصا في العمليات الأخيرة التي احتملت الخطأ في كثير من المرات وبالاعتماد على نتائج مؤتمر فريق تقييم الحوادث تبدو حرب التحالف العربي من أقل الحروب تجاوزا بحق المدنيين أو هكذا تبدو الصورة في أوراق الفريق لكن الواقع يبدو مغيرا تماما وأيا يكون فلسنا هنا بصدد التقييم والمحاسبة والمستخلص من كل ما قيل وعرض في المؤتمر أنه بالتأكيد لا يرضي أولئك الذين فقدوا أقاربهم وربما أسرهم في هامش حرب ليس لهم فيها ناقط ولا جمل